السلام عليكم و اهلا بكم بعد ازنا حضراتكم انا دلوقتي في حاجة عايزة افهمها معلش يعني اصلا واحد برائب المشهد السياسي المصري من فترة طويلة وبحاول ان نفهم ايه اللي بيحصل واحدة واحدة وعلى مهلي خصوصا فيما يتعلق بمسألة الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة دلوقتي كلنا عارفين الكيان التاريخي في السياسة المصرية المعروف باسم حزب الوفد سواء القديم او الجديد لانه برضو اعتقد انه مفيش حد في مصر كلها ما يعرفش الحزب ده حتى الطلبة اللي في المدارس حتى لو مش عارفينه فاكيد عارفين حزب الوفد القديم اللي الحزب الجديد تسمى على اسمه بعد عودة الاحزاب للعمل في مصر مرة تانية فكل الناس عارفين قصة الزعيم الشعب العظيم سعد زغلول قائد ثورة 1919 واحد اهم رموز الاستقلال الوطني في تاريخ مصر وبالتالي احنا عارفين كويس جدا دور حزب الوفد القديم في الحياة السياسية المصرية خلال الخمسين سنة الاولى من القرن العشرين لان دور حزب الوفد توقف تماما بعد ثورة 1952 زي ما احنا عارفين لانه مجلس قيادة الثورة جمد الاحزاب السياسية وما بقاش فيه اي حياة سياسية في مصر الا من خلال الاتحاد الاشتراكي ولكن فيما بعد وخلال فترة السادات ومبارك رجعت الاحزاب تدريجيا للحياة السياسية المصرية ولكن برضو زي ما احنا عارفين الرجوع ما كانش على المستوى المطلوب وكان يعتبر انخراط الاحزاب السياسية في الحياة السياسية المصرية ضعيف جدا مقابل تأثير الحزب الوطن الديموقراطي اللي هو الحزب الحاكم الكلام ده طبعا قبل طورة يناير 2011 في حزب الوفد الجديد حاليا في 2023 اعتقد كمواطن مصري متابع للسياسة المحلية انه فقد تقريبا 99% من تاريخه السياسي التأثيري على المصريين ومش شايف ابدا ان حزب الوفد لو تقدم للانتخابات الرئاسية الحالية ممكن يعمل حاجة لان الناس اصلا مش عارفة مين هو رئيس الحزب ومش عارفين مين هم اهم اعضاؤه ولو تم الترشح للانتخابات فاغلبية المصريين وانا منهم مش هنعرف مين هو المرشح اصلا اللي تم تزكيته عن حزب الوفد وده يبين لك قد ايه ان الاحزاب دي غير مؤثرة اطلاقا في الشارع السياسي المصري ودي كارثة في السياسة على فكرة ولازم ان احنا لقلها حل وانا كنت قلت زمان انه ياريت الاحزاب المصرية كده تنحل وتندمج ويعملوا حزبين كبار يشكلوا الحياة السياسية في مصر عشان يقدروا نفسه بعض ويقدر يكون حزب قوي والتاني كمان قوي مش مجرد احزاب كل اللي معروفة عنها انه ده مقر حزب كذا وده رئيس الحزب وده مش عارف ايه حزب ايه اللي بتكون ب3000 واحد ولا حسب الدستور مش عارف التعديل الجديد بقى كم المهم ان احنا عندنا اكتر من 100 حزب في مصر ما تعرفش عنهم حاجة مش مستهلة هم حزبين تلاتة يكونوا كبار ويكون لهم تواجد في الشارع والناس عرفاهم وليهم اعضاء في البرلمان والناس بتتفرج عليهم وبتسمع وجهة نظرهم وشايفين رأهم السياسية ايه ومتابعينهم لكن الناس ما نعرفش عنها حاجة تبصت ليها قدامك بتترشح لرئاسة الجمهورية مرة واحدة طب دا انا ما عرفكش يعني انت لو نزلت مجلس الشعب مش حديك صوتي فتروح تنزل لرئاسة الجمهورية احنا محتاجين يعني حياة سياسية حقيقية واعتقد ان رئيس سيسي من كذا فأسانة قال لي الكلام ده بس ما حد استمع المهم انه بحسب الاخبار المنتشر حاليا في حزب الوفد المصري دخل في حالة من التخبط والنزاع ما بين قياداته بخصوص ايه بقى يا فندم بخصوص احقية الترشح باسم الحزب للانتخابات الرئاسية القادمة في 2014 يعني قيادات حزب الوفد بيتخنقوا مع بعض مين هو اكتر واحد فيهم يستحق الترشح لرئاسة يعني مثلا عندك رئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة متمسك بالترشح لرئاسة باسم حزب الوفد وعندك برضو عضو الهيئة العليا لحزب الوفد فؤاد بدراوي اكد برضو احقيته في المنافسة وده مؤشر على تصدع المؤسسة الحزبية الخاصة بحزب الوفد انا بصراحة مع كل احترامي الكامل للاستاذ يمامة وللاستاذ بدراوي بس يا فندم مفيش حد في الشارع المصري اصلا يعرفكم انا اسف انا اسف بجد حضراتكم مين انا واحد اعتبرني يا سيدي على قدي خالص او حتى اعتبرني واحد جاهل فممكن حضرتك تفاهمني ايه هو دور الاستاذ عبدالسند يمامة والاستاذ فؤاد بدراوي في الحياة السياسية المصرية ياريت اللي يعرف يعرفني اكتبولي في التعليقات من فضلكم انا بصراحة يمكن اول مرة اسمع عنه واعرف كمان انه هم ليهم دور فعلا في حزب الوفد يمكن استاذ فؤاد بدراوي كنت سمعت الاسم ده من فترة كاسم مرتبط بحزب الوفد مش اكتر يعني معرفوش ومعرفش شكل ولو شفت صورته مش عارفها بس وانا بعمل اعداد للحلقة دي كنت متخيل بصراحة انه رئيس حزب الوفد لان انا للأسف حزب الوفد معرفش عنه حاجة من زمان اخر حاجة رأبطتني بحزب الوفد ده كانت الافلام الوثائقية والدروس اللي كنت باعد زكارها لعيالي كده في اعدادي بخصوص حزب الوفد ونضال الزعيم سعد زغلول ومصطفى النحاس باشا وفؤاد سراج الدين واسماعيل سراج الدين بعد كده يمكن انا اعرفه عشان كان في البرلمان بس ميني الاستاذ يمامة والاستاذ بدراوي الله اعلى واعلم عشان انا فعلا ما اعرفش عموما خلال الاجتماع مع السكرتيري عموم اللجان العامة للحزب بالمحافظات المصرية قال يمامة ان قرار خوض الوفد الانتخابات الرئاسية اتخذته لهيئة العليا للحزب وانتهى الامر واضاف يمامة في بيان نشر الحزب مساء يوم الاربعاء 19 يوليو الجاري ان المرشح لخوض الانتخابات طبقا للمادة 19 من لقيحة الحزب وطبقا لغربة 53 عضو من اعداء الهيئة العليا في المقابل قال بدراوي ان الكلام اللي قاله يا مامة مخالف للقيحة الحزب اللي بتقول ان لازم قبل الترشح للانتخابات يتم طرح الاسماء على الجمعية العمومية للتصويت وده ما حصلش فبالتالي الكلام اللي بيقوله يا مامة غير قانوني لان لقيحة الحزب لم يتم تطبيقها عموما بدراوي قال من حق رئيس الحزب طبعا انه يترشح وانا كمان من حقي اني اترشح والجمعية العمومية للحزب تكون هي الفيصل ما بيننا ده غير ان بدراوي اصدر بيان قال فيه انه حيطعا تنظيميا وقضائيا على الاجراءات الداخلية للحزب المخالفة للقيحة وقال ان اهم رموز حزب الوفد حاليا اللي هم السادة المحترمين محمود ابازة والسيد البدوي متمسكين بتنفيذ لائحة حزب الوفد وعلى فكرة الامين العام الاسبق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية لمصر الاسبق السيد عمر موسى كتب على تويتر وقال انه عدم احترام اللوائح بينزع الشرعية من الترشح وبالتالي بيكون استخدام اموال الحزب في الحملة الانتخابية ممكن تصنيفه تحت بند جريمة الاستيلاء على المال العام التهمة دي هيتم توجيهها للسيد يماما وده دفع الاستاذ يماما انه يرضى على العامر موسى ويقوله انه مش هيقرب من فلوس حزب الوفد ومش هيستخدمها في الدعاية الانتخابية للحملة بتاعته لرئاسة الجمهورية على اي حال يوم 3 ديسمبر 2023 هيتم فات حباب الترشح رسمية للانتخابات الرئاسية وساعتها الاستاذ يماما والاستاذ بدراوي ممكن جدا انهما الاثنين كمان يترشحوا لرئاسة وكل واحد بقى بحسب رؤيته السياسية والبرنامج بتاعه بس نصيحة مني انا كمواطن مصري عادي برئيب الوضع السياسي من بعيد لبعيد كده فانا بقترح على حزب الوفد انه يوفر الفلوس اللي حيصرفها في الانتخابات لانه بالاساس مفيش حد عارف المرشحين بتوع الحزب يا عم ده 90% من الشعب ما عرفوش الحزب اصلا دلوقتي انا لو نزلت الشارع وسألت الناس تعرفوا مين هو الاستاذ عبدالسند يماما او مين هو الاستاذ فؤاد بدراوي هل تعتقدوا ان في حد حيجاوبني فبالتالي على اي اساس حنتخبهم مع كامل الاحترام والتأدير طبعا لشخصياتهم المحترمة ولكن انا بتكلم على مستوى الشعبية السياسية في الشارع المصري يعني قولي كده مين يعرف الاستاذ يماما والاستاذ بدراوي اكيد يعني شعبيتهم ضعيفة جدا ده اذا كان ليهم شعبية من الاساس فبالتالي النوعية دي من المرشحين حيتم تصنفها من دامعة الاخوان والتابعين ليهم على انهم كنبارسات وحنتطغي بقى نعمل حلقات ندافع فيها عن الانتخابات المصرية وانه مزان بقائس السيسي انه ما فيش مقشحين اقوية وما فيش منافسين والكلام ده وانا مش عايز اعمل النوعية دي من الحلقات لان خلاص يا جماعة المفروض بقى ان احنا نفهم انه لازم يكون فيه منافسة حقيقية في الانتخابات اللي جاية واللي بعد كده عموما انا طبعا مؤيد لقائس السيسي وكون لنا عايزين قائس السيسي يكمل مدته ويكمل مشاريعه بس طالما ان احنا رتضينا ان يكون فيه انتخابات في مصر فلازم يكون فيه منافسة ما فيش انتخابات من غير منافسة يا جماعة على الاقل يعني عايزين اسم يكون له وزن اسم معروف اعلاميا وسياسيا في الشارع المصري ينزل وينافس الرئيس السيسي وتكون منافسة شريفة ومفتوحة وانا متأكد برضو انه الشعب المصري حينتقب الرئيس السيسي بس على الاقل انه يكون فيه منافسة حقيقية يكون فيه حسابات انتخابية يكون فيه مناظرات تليفزيونية يكون فيه اكشن كده يعني وتحصل حالة رواج للناس سياسيا ويحسوا ان فيه فعلا منافسة موجودة ولكن بصراحة اللي بيحصل ده يعني مش حاجة لطيفة اطلاق فيارت حضراتكم بعد اذنكم تشاركوني بقراءكم في التعليقات هل فعلا مرشح حزب الوفد ممكن ينافس الرئيس السيسي على رئاسها في انتخابات 2024 ولا من الافضل ان حزب الوفد يوفر في الوصول وان المعارضة المصرية كلها تتفق على اسم له خبرة سياسية وحضور اعلامي مميز علشان ينافس الرئيس السيسي في الانتخابات القادمة بحيث ان تكون الانتخابات حقيقية وفيها فرصة متكافئة بين كل المرشحين ويا ريت اللي يعرف من حضراتكم الاستاذ عبدالسند يمامة او الاستاذ فؤاد بدراوي يكتب لي في التعليقات انه يعرفهم وشافكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة